وللتعرف على رأي السعودية المتميزات فيها تشهد المملكة من انطلاق نسائية مميزة تنظم إلينا الدكتورة ماريان فردوس لاعبة ومشاركة في مصابقة القولف يا صباح الخيرات أهلا وسهلا دكتورة أهلا فيكم وصباح الخير عليكم وعلى المشاهدين صباحك ورد وسعادة يعني المرأة السعودية تميزت في جميع المجالات وفي أكثر من نوع من أنواع الرياضة الموجودة حدثينا عن الجولف ووجود الجولف للسيدات وبطولة الجولف للسيدات في هذا العام طبعا هذه فرصة يعني فرصة مميزة في البداية أنه أنا أكون واحدة من المختارات على مستوى المملكة في هذا المجال حتكون فرصة أنه نحن كلاعبات محليات نلتقي مع لاعبات من العالم مصنفات دوليا على أعلى المستويات حتكون فرصة كبيرة أن نتعاون مع بعض وممكن إن شاء الله يومنا الأيام يكون واحد من المصنفين العالمين سعودي أو سعودية إن شاء الله يا رب جيد يعني بالتزامن أيضا مع هذه البطولة سيكون هناك نادي مجاني للتعليم سيدات رياضة القولف يعني توقعاتك حول هذا النادي وهذه الرياضة أبغى منك الآن فكرة توضحية عنها بالنسبة للي عنده اهتمام يعني السيدة اللي قاعدة تشوف تقول والله نفسي ألعب هذه الرياضة إيش ممكن تقدمين لها من معلومات حولها صدقنا أستاذ عبدالإله إحنا في بلدنا في عندنا شيئا كثير ومتنوعة إحنا يعني كلنا ما يعني أغلب الشعب السعودي ما عنده فكرة عنها من ضمنها إنه إحنا عندنا مثلا تلاتة نوادي جولف في المملكة كل نادي على مستوى على طراز عالي وعلى مستوى عالي أنا أدعو كل السيدات صراحة أول شيء أنت تعالي وزوري النادي لا شعوريا حيتولد عندك الاهتمام هذا خصوصا أنه هذه الرياضة بتتلعب في أجواء جميلة قريبة من البحر في مساحات خضرة بتكون فيها راحة نفسية العائلة كلها ممكن تشارك السيدة وصحباتها العائلة وفرادها جميعهم مو بس حتكون رياضة ولعبة وشوت وانتهينا لا بيكون فيها متى ما حبيتوا تتنزهوا مع بعض تقدروا تتنزهوا تعاكلوا تشربوا يعني فرصة حقيقة ومبادرة فريدة من نوعها في كل العالم بإذن الله في الأعوام القادمة نكون زي ما قلت عندنا يعني أبطال سواء سيدات أو الرجال في هذه اللعبة لعبة القورف كلمة أخيرة توجهيها للسيدات السعوديات بخصوص هذه البطولة أنا أدعوك أنتو أستاذة سارة وأدعو كل السيدات اللي مجرد بسم حتى المسمى إنه بتحاول وتجرب هذه الرياضة أنا معاكي إن شاء الله يعني ما أحتاج دعوانا كل حماس للتجربة بالعكس لينا الشرف والله لينا الشرف بالعكس لأنها ما بتجمع بس إنه هي رياضة ومجهود يعني بدني لا هي بتجمع ما بين الرياضة الذهنية وتعرف إحنا بنحاول إن إحنا نبعد عن الزهايمر والمواضيع التبع الذاكرة فهذا الشيء حيساعدك إنها رياضة ذهنية وكمان رياضة بدنية بتقام في مساحات خضرة في أماكن جميلة قريبة من البحر فحتى أنت أستاذ عبدالله مدعو إن شاء الله تصير في بطولة إن شاء الله للرجال عالمية وأشارك فيها إن شاء الله شكرا جزيلا لكي الدكتورة مريم فردوس لاعب ومشاركة أيضا في بطولة القولف النسائية ياطيك العافية دكتورة أتمنى لكم التوفيق يا رب